الآن يتحدث أن هذه الانتراكشن وهي الديفرماشن يارب الانفولد والريفولد والأسياتد والريأسياتد هم سبب الإلستيكتي في الميبرين زائد ما هو سبب الإلستيكتي؟ اللي هو سبكترين أكتن بروتين 4.1 جنكشن سبكترين عارفينه بروتين 4.1 برضو أخذنا جنكشنز هم اللي بنضمولي الإلستيكتي تبعات الخلية أي تغير أو فيهم سيأدولي إلى ديفورماشن سيتغير شكل الميبرين إذا تغير شكل الميبرين بيؤدي إلى تحفيز الميبرين بيؤدي إلى أن هالميبرين يتكسر يصير له فرجمنتاشن تمام؟ طبعا هاي الجنكشن مكون زي ما حكينا من أكتن سبكتر دايمر باند 4.1 تريبتوميوسن وهي هون بيحكي لي أنه السبكترين دايمر بيعمل لي لاتس يعني شبكة بايند بتربط كل هدو البروتينات باند 3 بروتين 4.2 مش مهمة طبعا تمام؟ وغلوت 1 يعني هاي مش كتير مهمة صراحة بس إنه نفهم إنه الجنكشن شو أهميتها ومش بتتكون بشكل رئيس من الاكتن سبكتر دايمر باند 4.1 و تريبتوميوسن هسا الاربيسي ميمبرين بروتين في عندي طبعا ميمبرين دي فورميشن اللي هي عبارة عن الجنتيك موتاشن إما بتكون هيراداتوري إليبتوسايت سايتوسيز جنتيك يعني بالجينات أو هيراداتوري سفيروسايتوسيز سفيروسايتوسيز يعني كرة تكون شكل الخليه الحمره كرة سايتوسيز يعني سايتوسيز يعني متطاولة هيك بتكون طبعا سمولر أصغر وكلها بنك بتكون آه يعني ما بيكونش يعني تحت المجهار الخلية اللي بايكون كيف هيك بتبين هديك لا بتبين كلها بنك هيك ها هيك تمام لا هسا عندي آخر إشي من نحكي عنه اللي هو النومنكال التسمية تمام كيف تسمينا لما جبنا الار بي سي حطيناها ب جهاز الكتروفيسيز جهاز الكتروفيسيز هو جهاز بيفصل البروتينات بناءة على كتلتها قداش الأكبر بيكون أول والأصغر بيكون آخر إشي تمام بيكون بيكون 1 2 3 وهكذا ثري يعني الحزم الثالثة هي الحزم الثالثة هذا البروتين اسمه باندي ثري بروتين 4.1 بروتين 4.2 يعني قسموا لي هاي الباند 4 قسموا لي هاي 4.1 هاي 4.2 بس من هون التسمية أجدت هيا هون هذا بشرح لي التسمية هذا ما أخذناها ما قرأتهاش ولا قرأتها لا أخذناها هاي ما أخذناها هاي هاي ازم ازم بلانس برمي بلتي طيب نرجع نحكيهم السلكتف برمي بلتي لهو أنه أنا مش كل الأيونات بفوتها إن لازم يضلهم تركيز معين وكذلك والسي الماينس تمام ها ها سلام